السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد كرشن. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع سهل جدا ووظيف جدا. وحابب طبعا كل مرة افكركم ان الماث لازم يتفهم عشان نبقى متميزين فيه. طول ما انا مش فهم انا مش عارف اشتغل ماث ولا عارف حل ماث. يعني اللي محتاج اي حاجة بس هكتولي في الشات اعد هالو او اعيد حاجة او كده على حاجة تانية. علشان برضو يبقى فاهم ومستوع بالدنيا. هاتباش الدنيا صعبة بالنسبة له. لان اول جزئية او عدد تاني جزئية هتعدي في الدنيا مش تبقى مصبب. طيب نفتكر احنا اخذنا المرة الفاتر. احنا كلمنا المرة الفاتر عن الاشيو. وقلنا يعني عندي هنا ابي فور سنتيميتر. ولما عمل كان فور افر ايت دفايد باي فور بقى هنا وانوور تو. وتكلمنا هنا ان الاي بي هنا الريشو بتاعتها. والبي والسي دي بتاعتها تو. هل ده معنا يا مصر ان هنا الاي بي بوان والسي دي بتو? لا طبعا مش معنا كده. ده فيه نمبر ستعمل لها سيمبل فاي وبعد سيمبل فاي بايت وان تو تو. يبقى عندي هنا كده تو نمبرز. الاولاني هيبقى رين نمبر اللي هو فور و ايت. ده الرين اللي هنشتغل به. والنمبر التاني اللي هو هيبقى الرشو نمبر اللي هو وان و تو. طيب. وقلنا هنا عندي هذه الفرقة اللي هي ايقوالتين فور و مور. وطبعا عندي هنا هنا ال زي لما نقول. تو وفر فالف ايقوال فور فارتين. وقلنا وقلنا برو دكت في مينز ايقوال فور تمز الفائل. او في طارف تمز الفور مرضو المينز يعمد لدولة التاني اللي تكلثر. وقلنا ده بيكشف لي هل ده برو بوفوشن ولا يعني اي تو او اي توريشو. لوعملت برو دكت في مينز ايقوال يبدأ بربوشن طب لو مش هو ودي كان أول بربوشن احنا استخدامناها تاني بربوشن اتكلمنا فيها لو أنا عندي بقى يعني فور هنا وهنا تايمس 5 وهنا تايمس 10 طب دول اكوال ازاي ارجحهم البروشن بتاعي ازاي يخليهم اللي هي حاجة افرحالي قلنا عن تلين الطرق الاولانية مثلا هقول هنا فور من هنا وهنا مثلا ايه تن مثلا فانا اخترت الفور والتن طيب الفور دي كالتايمس كامي مستر كالتايمس 5 يبقى الفور هنا المينز بتاعها او الكسرم تاعها كان 5 والتن كان ايه كان 2 هنا يبقى 2 فور فاين ايكوال عشان اتبقى البروشن يبقى هنا عندي 2 تايمس 10 وهنا 4 تايمس 5 دي الطرق الاولانية والطرق الاولانية اقولنا هبدأ باقي رقم مثلا 2 مثلا 2 فور فايف او مش من 2 للفايف واتفاين اقولنا ايه مرجعش ويدي فاضية ساخد فور وحطها او فور ايه فور او فر تن وكانت دي البروبرتي نمبر 2 اللي كاننا فيها المرة فاتت وانا ممكن نطلع 4 البروبرتي بقى نمبر 3 بتتكلم عن ايه بيقولي ان انا عندي يا مستر 2 او فايف ايكوال 4 او فر تن ومسكت كل ريشة الوحيدة يعني الريشة الاولانية دي 2 و 5 هم انا عندي هنا 2 انتسدن وال5 واء التانية 4 والتن اللي والتن هاي كونت؟ فانا اما عملت 2 او فور يعني انا عملت 2 او فور التسدن millones الليevery انتسدن هيديني كانت اعمالت 5 او 10 اللي 5 هاي الكون بتاع التن ồi الكون يابقى هنا وفعلاً الاتنين دولت في الآخر إقوال زي يبقى هاي البروبرتين بتقول البروبرتين بتقول لو أنا عندي 4 over 7 إقوال 12 over 21 وخدت هنا 4 over 12 هي هي خدتك 7 over كام over 21 لأن في الآخر هيساوي كام 3 يبقى الانتسدنط of first ratio الانتسدنط of first ratio over انتسدنط of second ratio هيديني بتاعت الفرست over consequent بتاعت السكن دي بروبرتين number 3 وهتقابلنا خصونا حبر الحل كده تلاقي مسائل اسهلك تعمل and distant over and distant equal consequent over consequent هتقابلنا ماشي يا دعاء خلاص دينا تمام روان شكراً أهلا بكم في الحصة طيب تعالوا بقى نتكلم عن بروبرتين number 4 وهي بروبرتين مهمة جداً 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 إيه بقى بروبرتين number 4 ويهي الميستيك اللي احنا سعب نعفينه احنا قلنا في أول مثال أول example خالص أنه عندي A B مثلاً over BC over CD وقالنا عندي رقمين كان عندي فيه 4 تقريباً وكان عندي ايه وقالنا دي الأرقام الرئي وعندي الرشيو بتاعتهم اللي هي 1 over 2 يعني الرشيو بتاعت A over B هي 1 over 2 دي أرقام الرشيو طب وزالنا السؤال هل A B كده وان صنطي لأ هل C D وان صنطي أكيد لأ لكن فيه نمبرين كان عندي طورة نمبر صديقين حقيقين ولما عملنا لهم divided لما عملنا لهم divided ادينا 1 و 2 يبقى يبقى 1 و 2 دولة جايين اللي ورشيو بتاعتنا جاية من divided by the same number طب لو انا عايز ارجع A B لأصلها قبل بالضبط كده هم قايل والله يا مستر لو انت حضرك بتقول ان A B ده over C D ب1 over 2 يعني كده كأن فيه نمبر احنا عمل لنه divided طب قبل يعني A B هنا هنسميه عبارة عن 1 times رقم اللي احنا هنعتبره M و 2 طب رقم اللي هممكن نعتبره M يبقى A B 1 M أو M يعني وال C D هتبقى 2 M تاني ان احنا هنا كنا عملي الفقر بالA divided by number فلو الرقم الرشو معك عايزر جاء للرقم الاساسي فبعدل ما عمل divide هعمل احكس لطايمز يبقى هنا فيه رقم times يتعمل و اللي هنعتبره M يبقى هنا 1 times M و 2 times M يبقى عشان فاهمين البربرت بتقول لي عايزي بسلا 12 over 16 لما عملت simplify بقى 3 over 4 طب انا عايز ارجع بقى ده لأصله وارجع ده لأصله وانا لسه مش عارف رقم simplify اعتبره M يبقى لو هنا A B over C D equal equal يبقى A equal هنا فيه طبعا من رقم M اللي تعمل simplify وهنا رقم M اللي تعمل simplify بحيث ان انا عملت simplify ده مع simplify ده هرجع C over D يبقى هنا A equal C M وال B equal DM اللي عايز بعملها X مشي شغال اللي عايز يعملها Y برضو مش عارف كلا ولكن في الغالب المسائل احنا بنعملها بM ناخد بقى example عليها يقول لي هنا F A over B three over four طبعا one of biggest mistakes كبيرة جدا ان الطالب يقوم ايلي A B three و four لا يا حبيبي حضرتك ده بعد simplify مش قبل simplify يعني three four دي كان فيه مثلا رقم X Y Z or whatever مثلا زي يكون M هنا و احنا بقى نفس الرقم ده هنا فوق تحت فبقى three over four يبقى اننا اكتبها A B three و B four هي mistake في math ولكن لو كده ممكن تضيق نفس result وتعوض تضيق نفس result ولكن غلط في math يعني ده mathematical error لكن انت لو عوضت ممكن تضيق نفس result طيب يبقى هنا مستر نقول A three M و M ده number اللي تعال و simplify طب تعالوا بقى نمسك واحدة واحدة هنا كده هنا عندي حاجة ايه four four A يعني هتبقى times three M plus B يعني four M طيب two A يعني two times three M minus B يعني minus four M هنا طبعا three times four twelve وهنا M six هنا plus four minus four طبعا هنا ممكن نجمحهم M و 12 M بس 16 M وهنا 6 minus four two M simplify M مع M هتروح مع بعض simplify 12 over 16 بكام بيت مسألة دي معظمها find value أو proof او لو في حاجة يا دعاء أو روان انا موجود مع قهوات عارفوني بس ايه بحيث قاعد هالك ادي اول سؤال ثاني سؤال بقى لي fx over y equal over three وطبعا ان except two or y three لا احنا قلنا خلاص بقى وخير وخير هنا خلاص خلاص دولة طمز بعضهم ب6 دولة طمز بعضهم ب6 يبقى كده 6m و6m 12m وهنا 18-2 هتبقى 12m over 16m simplify m مع m 12 over 16 طبعا فيها 3 over 4 يبقى كل الامونت دي كلها او الكونت دي كلها هتبقى في الاخر كام كبقى 3 over 4 هنا السؤال ده برضو جميل بقلنا if a to b to c 5 to 7 to 3 خلاص ما كده الامج ب5 ولا b7 ولا b3 لا 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 انه اتبقى هنا 5m وهنا 7m و3m حلو وهنا بيقول لي a plus b يعني رقم ال a اللي هو 5m ورقم ال b اللي هو 7m دول بلس بعضهم هتبقى لي 27.6 يبقى احنا كده عايزين نجيب ال a و b وعشان نجيب ال a و b بقى لازم نجيب ال ام ال ام بكام ب1 ولا ب2 ولا ب3 ولا بكام طيب تعالوا بقى نفكر ازاي نجيب ال ام ممكن نستخدم بتاع a plus b between 7.6 واكتب ان 5m plus 7m 27.6 يبقى كده 5m و 7m يبقى 12m equal 12.6 وطبعا هنالي بتاعم زيت 5 يبقى 3.2 دي ال ام ال ايب كام يا ولاد 5m خلاص يبقى 5 times 3.2 يعني 17.5 البيب كام يبقى 7 times 3.2 يعني 24.7 4 والس يبقى 3 times 3.2 9.6 فالمسألة سهلة وبسيط تمام شكرا يا روان شكرا الله في بقى طريقة تانية كنا خدناها في ابتدائي ماشي يا روان كله تمام ماشي في طريقة في ابتدائي كنا خدناها ستة ابتدائي تقريبا كنا نكتب بقى لو حد فكرها برضو نعرف برضو a to b to c وهنا كنا نكتب ال 5 to 7 هيا دي نفس الرزق طريقة to 3 ولكن انا حابب في الماثل انه نكون عندنا اكتر من طريق حل عشان وخنا يبقى مدرك تطرق كتيرة جدا امتبادة افضل طبعا بننمي قدرتنا العقلية طيب هنا a to b to c 5 to 7 أنا عندي هنا ايه يا روان ايه بلاس بي يبقى اعمل هنا صم ايه بلاس بي او اكتب صم معادي وشو كلا وانا بقى اعرف صم مع وزي ما قلنا ان اي حاجة في مسائل ريشو لازم يكون عندك رقمين رقم الريشو والرقم الحقيب بتاعك 20.27.6 ده اكد هو الريشو عشان معليش انه تو ولا يعلي اوفر طيب يبقى رقم الريشو بتاع او بي بس رقم الريشو بتاع او بي بس هيبقى ده يبقى هعمل 7 بلاس 5 بكام بثرتين 7 بلاس 5 هده بنا ثرتين 12 معلش 12 وتحت التولف ديها تنامي لين 26 27.6 طيب انا عايز مين بقى عايز الاي والبيوس سهلة جدا مش مش كه خلاص لو انت عايز تجيب مسلا الاي مش عارفة هنعمل سيجوز بقى اللي هي مينز و اكستريمز هدي مينز و اكستريمز يبقى 5 times 27.6 و ايه انها تساوي 5 times 12 27 point 6 over 12 و البي هديه بنفس الطريقة و السي هديه بنفس الطريقة كمان كده الدنيا سهلة برضو على فكرة على فكرة بقى عشان نكون فاهمين ان اتطرتين نفس الحاجة ازاي يعني لحظة كده ممكن نلاحظها هنلاقي هنا كان مع الام كام 12 والبلاصة اللي احنا عملون البلاصة هنا 12 فانا هدوبك انا كده بنفس الحاجة ولكن بطريقة مختلفة شوية بس هنفس الحاجة شو ستوال البعادي الى على الدول هنا بيقول لي two integers يعني رقمين whole numbers ratio between them them is two to three يبقى the ratio between them is two to three حلو اول ما يقول لي ratio two to three يبقى لازم افكر الرقمين الفيرس two m والsecond three m ما يفشغتوا بالاولية والثانية لا هو لازم بيضع عطول اول ما يجيلك ثم هاي العطول تمام يا روان شكرا هنا if you add لو احنا عمنا بلس seven to the first الفيرس اللي هو two m and subtract twelve subtract from second twelve their issue becomes five وغرية يبقى الاولين ده يا جماعة هعمل له plus seven والثاني هعمل له subtract and subtract from the second twelve subtract من التاني twelve يعني minus twelve يعني 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 عشان subtract معي هبدأ بيو ورن تيدي لما عمل بقى هنا والماين هنا يطلع لهنا بالزبط تيدي نشوف اثير اشار يعني مرس اثير مرس اشتغ أظن سؤال هو ظريف جدا ولكن هي بس جاست النقر. البروبرت نمبر فايف. البروبرت نمبر فايف من البروبرت اللذيذة جدا والجميلة جدا ان انا بحبها. ايه البروبرت نمبر فايف؟ ماشي معنا في حقيقة كثيرة جدا وخصوصهم مساء البروف في البروبرت نمبر فايف. بيقول له انا عندي ريشو زي 3 اوبر سكس. اقوال فورورتو. ما هو ريشو اقوال ريشو بربوش. اقوال 8 اوبر فايف. اقوال 12 اوبر سكس. فورتين اوبر سي. كل ريشو ده هي. يعني في الاخر هي رقم واحد نفس الرقم. اللي هنا في الغالب هي كان. يعني ما عملت سكس دفايد ثري. فورور دفايد تو. بيتو. ايد دفايد فور بيتو. تين دفايد فايف بيتو. تولف دفايد سكس بيتو. فورتين اوبر سي. برضو. فهو بيقول له في ريشن بقى ما بين. الكونسيقونت والانتسدن دفايد ريشو ده هي. كل ريشو. والكونسيقونت ده. اللي هي. طبعا الكونسيقونت ديت. لو عملنا سيزورز. فهلاقي ان السكس ده هي عبارة عن ثري. طايمس دو. ما لقى اطناش يا مستر. طب نخش على البعض. الفور ده هي عبارة عن. تو طايمس دو. مش وقت حبارده لسه. طب نخش على. ايت. الات هي عبارة عن. فور طايمس دو. اي اللي احنا عزين نقول هنا بقى. ان اي نمبر يا جماعة. هو عبارة عن. من ان تسدن دي الفوق ده همت. هو عبارة عن الكونسيقونت. اللي هي ثري ده هي. طايمز الكونسطنت التاع. بتاع ريش بربوشة. الفور عبارة عن. طايمس دو. الان تسدن. طايمز الكونسطنت. الات عبارة عن. فور طايمس دو. التول في ده هي عبارة عن سكس. طايمس دو. الفورتين ده هي عبارة عن سيفن. طايمس دو. يبقى اي. ان تسدن عندي. البروشة بدان. هو عبارة عن. ملت بلاي. الكونسطنت. فاليو فور زيز بروبوش. ده القانون لكل البروش. وبربارتي موجود عن. لكل البروش. يبقى الان تسدن عندي يا جماعة. وعبارة عن الكونسيقونت وعبارة عن الكونسيقونت ملتبلايد باي الكونسيقونت نستفيد بعمل كام ده يقول لي لو أنا عندي A over B C over D E over A أي يكبره يبقى الA ده equal B times M الC ده D times M الA ده F times M يبقى الA equal B M C D M F M أظن مواضح مش فيها حاجة إن هنا في أي بيساق في الآخر ده أول حاجة وتاني حاجة بيبقى عندي إن تعالوا نشوف مساء اللي ممكن تيجي ازاي هنا بيقول لها ما زالوا في الغالب يطيق بروف يقول لك اين A and B and C are in proportion ده كل فربوش إحنا عايزنا تاني بروف إن كل الجزء ده equal الجزء ده طب إحنا بقى طبعا أول حاجة هنمسك الجيفل اللي هو مدوني مديني هنا يا مستر إن إن A والB والC دولت are in proportion طيب تمام A B C D are in proportion يعني A over B equal C over D equal M والمفروض بقى احنا هنحفظ الحتة دي لما يقول لي بربوشن وبروف خلال صفت أول حاجة تجد مغي تمام والA equal B times M والC equal D times M A equal B M والC equal D M حروف بقى عايزي نثبت الكلام ده ما وجود طيب تعالوا نمسك أولا اللي نصدر اللي أنا عندي هنا فيه equal في النص وفي هنا كوانتطي ديت نحية ايدي اللفت ودي نحية ايدي الريت يبقى هنسمي ديت وحدة دي الريت وحدة دي الريت هنسميها يعني نحية ايدي الشمال جزة ايدي الشمال اللي هو عبارة يعني 5BM plus 3C 3DM على هنا 5B plus 3D وهكتشف هنا أن أنا عندي فوق في الترم الأولان يا جماعة في M في الترم التاني في برضو M طبعي ناخد M كوم فاكتور بطل لحق بر يبقى هنعمل M وعمل براكت كده يبقى لي هنا 5B plus 3D وتحت 5B plus 3D هنعمل هنلاحظ عندي طبعا خلي بالن خلي بالن محكم جدا إنما بين M وال براكت ده في تايمز الساعة م تايمز هنلاحظ 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 2C 2XD 3B minus 2D روان انت جدها اشتغلت تمام روان انت جدها اشتغلت في الدرس اللي ورا اللي بعدين اللي هنبدو النهار بما رجي ان شاء الله بس ممكن تهلاب الترتيان لو هي مشي معاك صح مش ايه مشكلة خالص صح يا روان هنا هلاقي في M وهنا هلاقي في M طبعا ناخد M كوم وفعلا في الاخر ايه دا 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 الاتنين زي بعض دي سهلة جدا وجميلة جدا روان حلت بطريقة تانية تمشي برضو معاك مش امش بس يا دا سيطن كنان ما رجي ان شاء الله طيب تعالوا برضو نخش على السؤال البعدي تمام يا روان شاء الله عليك هنا بيقول لي برضو A over B equal C over D يلا M وحنحفظ بها خلاص وحنغمض عن كده A equal B M C equal D M وحنغمض عني بها خلاص اما اللي اربع دول هتحي تقررو فها فهمها طب يلا هنا بقى هنا بقى A bar 2 طب A bar 2 ديت حلو نخلي اللي بنبقى من حتة مهمة جدا النودس مهمة جدا لما بقول B M وعليها bar 2 غير لما بقول B plus M وعليها bar 2 اللي اتنين درج واختلفين عن بعض اللي فوق دي times A B times M فلما عمل يبقى هنا في bar 2 وهنا في bar 2 يبقى B bar 2 M bar 2 واتحت هي اكبر common mistake الناس بتوع في ايه هي على طول يوم الطالب عمل B bar 2 plus M bar 2 طبعا ضغط احنا بنعمل B bar 2 وهنا M bar 2 وفي في النصر دايما بميس صراح مش صعبع بس يلا يبقى هنا هنعمل بقى هامل 2 times M times B يبقى في نصر 2 BM يبقى plus هيديني B bar 2 plus 2 BM plus M bar 2 times هو B bar 2 times M bar 2 يبقى هنا هوا bar 2 هنا وهنا عرب هنا B bar 2 BM bar 2 A times B يعني BM times B C times D DM times D وتعال ونعمل ملتب الله يالله ونشوف دي نفا ايه طبعا هتبقى هنا B bar 2 M bar 2 وD M bar 2 M bar 2 تحت B times B هيديني B bar 2 D times D هيديني D bar 2 هلاقي في فوق ما شاء الله M bar 2 repeated وهنا M تحت فيها confactor يبقى ناخد M bar 2 وهنا M ونعم B ونعم B bar 2 plus D bar 2 وتحت B bar 2 plus D bar 2 أعمل وهنا M bar 2 هنا M bar 1 طبعا في divide بعمله subtracting powers يبقى هتبقى M B تمام شكرا شكرا ما شاء الله لك شرك معنا كده والنصف بات شرك معنا طيب يبقى هنا ديت M تعال بان شكرا هنال صعيد A over B ديت سهلة جدا A A B M وهنا over B خلاص عمل simple B B B ب ب ما ب راح ما باض امر م ب امر الراعة سائل اقوال اللافت سائل اقوال اقوال جدا بلس بلس سيفر او ب او ب سيفر او ب او ب او ب سيفر دي بل اقوال بم سيفر دم اللہ سيبت طائر بنا سمبل فائن خلاص شروع اقوال يلا الرايت هاند سايد هبقى هنا اي سي يعني بي ام تامس دي اما وهنا بي دي بي تامس دي والدنيا تمام ما فيش مشكلة خمس هنا بقى في برضو حتة حلوة قوي كده ناخد بالنا منها ايه هي واحد يقول لي يا مستر حلو يلا بقى ناخد الكومون فاكتور بتاعه فنسأله من فين الكومون فاكتور ما هو عندنا ام و ام ها ويبدأ بقى طول يوم عرفه ايه مستر ام احنا بي تامس دي وده كومون مستقل لما باخد يعني مع كومون فاكتور بيبقى بتوين تيرمز والتيرمز ديت تعالوا نجي عكده وراء نشوف كوم فاكتور خدناه الكومون فاكتور بيبقى بتوين التو تيرمز يبلس زي هنا او ممكن ماينس زي اللي ناخده هنا يبقى هل ما اخد كوم فاكتور ما بين تيرمز بلاس او مينس طب لو هي تايمز لأ اعمل ما تبلاها ما فيش كوم فاكتور عامل تبلاها او ضيب يبقى هايز تكون فاكتور بقدو بتوين تيرمز بيبقى بينهم بلاس او ايه او مينس يبقى هنا على طول ابداع هو ما عامل ما تبلاي يبقى مثل ماالطبلاى الانبار وان هنا انبار م recommend يبقى امبار وان وهنا بي تامز دي مع ب وان باسمبلفاي بي مع بي negatively d divided d يبقى هنا دا كله ايبقى نخلي باللنا بيبقى الانبار الحيت دي هل عندك تايمز ولا عندك بلاس ماينس تايمس لأ تعمل اللغة بلاس ماينس ممكن تعمل بها ستكون فاكتور. طب نشبه حتى اللي بعنا. ايه ماينس في بي ماينس دي. خلاص يلا نشيل ايه حط بي ام ماينس دي ام و بي دي. ماينس بي دي. وطبعا هنا هيقابلنا البيك كومون مستيك اللي عنده. اللي الناس مجتوعة فيه. ليه واحد عامل كده بقى. يوم يبقى بي بارتو. ام بارتو. ماينس دي بارتو. ام بارتو. اوور بي بارتو. ماينس دي بارتو. طبعا ده كله طبعا غلط. ايه الغلط في ان انت معامل كان عندك هنا ماينس. يبقى انا لما عمل دستربيوشن. لسه ارنا في اللي بقى 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 بسطولة بلي. النوز دي بكتوبة عشان هي مهمة. انما عمل ممكن اعمل دستربيوشن بار عادي. لكن لو عندي بلاس. لا كده غلط. لازم فيه تري تورمز. انت كده احنا كده اعتبر ايه بوزر الده. فنرجع بقى نعملها ازاي. يبقى انا لو قابلني يا جماعة حاجة زي كده. هعمل كل اللي جوه الاول. افكه كده وهشبك واخد فاكتور. وفي الاخر بعد كده بعمل ايه? اعمل بار تو. يعني هيبقى عندي هنا طبعا في ام وهنا ام. ناخد ام كون فاكتور. وهيبقى عندي بي ماينوس دي وهنا بي ماينوس دي. ونعمل سيفاين. بي ماينوس دي. بي ماينوس دي. هيبقى عندي هنا ام. اول فاو ізبط يبقى هنا هتبقى في الاخر ام بار تو. ده الايه? الريز الاتحال. يبقى انا They Android و夭atory و действие. يبقى الابنيني و decidد لبعض. يسمح كلابيني. لما يكون عن تايمز ما عملشش. مع ميلش زولي. عندما يكون عن تايمز مع مله شي؟هي Josextron factor لا كنا رماو مات الله يحيط ما بين البلاس والماينس تانية حاجة مهمة جدا لما عندي باور تو في اشوف انا عندي بلاس وماينس ولكن في الطايمز عالي ويديك نفس الريزل صح لكن في البلاس وماينس لا بوصف الدنيا لان في ميترم دايما كلنا بننسى يبقى احنا بيساوي تمام شكرا دعاء طيب هنا بقى زورلي شوية طيب المشكلة عندي ان هنا تبقى طبعا واحنا عايزين نحل المسألة دي خلص هنزوب بقى يبقى هنا واعزين بقى نحوض علي جدا اللي كانت صحيب والريات هانت صحيب مش كيف يعني كل داي زايت عن مرة فاتت اي و اي و اي و اف و بس و دينا اي اف و اف يبقى ال اي هنا تبقى بي ام بلاس فايف سي ليه فايف دي ام وهنا بي بلاس فايف دي يعني بي بلاس فايف دي خلاص نحن بس بعمل بالاي والسي والاي هنا في بلاسة هوا تمام اعمل بقى قوم فاكتور عادي جدا مش اعرفش اللي خلاص نحوض دي ام بقوم فاكتور يبقى هنا بي بلاس فايف دي بي بلاس فايف دي في السمبليفاي كده يبقى عندي مين طيب تعال بقى نخد right hand side يبقى كده يبقى هنا احنا قلنا في البربرتي نمبر ثري نمبر فائف سوري ان انا عندي اوار ام اوار بي والسي اوار دي وبي ام ودي ام ولو زودت لك اف ام ولو زودت لك حاجة يبقى عطول انت فاهم القصة فاهمين حتة ان انا بعمل البربوشن يبقى عندي الكونسيكوينت اللي هو اللي تحت طائم زي كونستنت بتاعي البربوشن على كده البربوشن على كده هل بقى لازم هي كل مرة بروف اي ام وبي ام وصي ام ودي ام طب تعالوا نشوف كده المسألة اللي جاية المسألة اللي جاية هنا ثري اوار اكس فور اوار وي فايف اوار زد طيب ما أنا بعد وقتها هصطل ما عندش ام وي عادي ما كانها اوار بي وصي اوار دي و اوار ام مشوكة خالص يبقى عندي برضو هعمل ثري اوار اكس اوار فور زد اوار فايف وهشتغل عادي عادي جدا مفيش اي مشكلة بالنسبات ويقوى الام يبقى الاكس هنا هيساوي يبقى سهلة جدا بقى ثري ام هتقول ما معروفة ثري ام طب والواي هنا هيساوي شكرا معنا يبقى هنا الواي هيبقى فور ام والزد هيبقى فايف ام هي نفس الفكرة بس انا غيرت رشوية ارقام فانت هتغير بردو نفس الفكرة ونمسك اللي هو ونشوف هل فانت هتدينا هاف ولا هتدينا هافية مشكلة طبعا هنا من سبستيبيوتي انا عندي هنا تو وي اهيت طيب تو وي يعني تو تامز فور ام مينس زد يعني مينوس فايف ام ثري اكس يعني ثري تامز ثري ام مينوس تو تامز فور واي وي لاي فور ام بلس زد لافع نشوف باكا الكوليشنز تو تامز فور طبعا ايت ويت هنا ام مينوس ثري ام وهنا طبعا وهنا ايت وهنا فايف اعمل اعمل تبقى وطبعا مع ام اللي هي بها يبقى فعلا نفس الفكرة جاتلي وانا بس بدل الاعيار بس طبعا اكيد خدت بالي ان ده وده وده فطبعا ما امبا مباوصش الدين لا خلص هشتغل كانالي شيء عادي بدل اي حطي ايكس بدل بي حطي هي نفس الفكرة ونفس القادية بدل انت فهمت الفكرة فتبدأ تطبق عليها مفيش اي مشكلة خالص يبقى احنا اليوم يا جماعة بروبيرتي نمبر ثري بروبيرتي نمبر فور بروبيرتي نمبر نمبر فايف خاطر الانتصداد بعض dont وكان لدينا تاول مرة ثلاثة اثنين يعني هذه ما جامعه عنهم ومينزو اكستريمز. البروبرت number 1-12 هنا. خذنا البروبرت number four اللي هي بتقول لي لو انا عندي. لو انا عندي A over BB. ساوي C over D تمام مش معنى ذلك ان A تساوي C لا ولا بي بتساوي D نعم في لا ده انا عندي فيه نمبر اتعمال من سمبل افايل وبعد ما عملنا سمبل افايل ده نسي افور دي يبقى الرقم الحقيقي الريل بتاعي هو السمبل افايل اتعمال واشتغلنا عليها شوك مسائل وكان اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي بتقولي بروبيرت نمبر فايف ان احنا قلنا لو انا عندي antecedent على consequent اي proportion بيديني في الاخر constant value والantecedent بتاعك هو consequent times constant وخدنا قلنا المسائل دي معظمها بيديني a over b c over d equal m وام وبم ولو غير لي انا هغير عادي جدا مش بقى هارتبك وباص دنيا وابا يزنعي يعني حابب اشكر دعاء معانا ورواهم ان شاء الله ربنا ابدأ فيهم ومستنيكم ان شاء الله المرة الجاية لو عندكم اي اسئلة اي ملاحظات اي حاجة ممكن تكتبوها لي في الشات ويعني شكرا ليك ودعاء شكرا ربنا انك تخضروا ويعني حابب انكم تشاركوني كل حصة ان شاء الله بإذن الله وتحولوا معي في النهاية احب اشكركم كان معاكم مستر محمد حمدي كشف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته